أخذ مستشفى المروى الجديدة على عاتقه تنظيم محاضرة توعوية حول مرض سرطان الثدي داخل قاعة فندق المروى الجديدة في مدينة بنغازي وقد كانت على جدول أعماله عدة مواضيع أبرزها مدى خطورة المرض وكيفية الكشف المبكر عنه والفحص الذاتي وطرق الوقاية منه نظمت هذه الندوة بعنوان توعية حول سرطان الثدي ففي سنة 2016 سجلت 346 حالة 55% منهن كان في المراحل متقدمة جدا ونظرا لغياب التوعية فكان المروى الجديدة أخذت على عاتقها أن تكون إضافة للطباع الصحي فوفرنا برستيونت متكاملة فيها جهاز مامو قادر أنه يأخذ عينة من الثدي بالإضافة للتصوير وجهاز مامو وقد شهدت المحاضرة نقاشا هادفا ومثمرا عن عدة أمور غير واضحة حول هذا النوع من السرطان بالإضافة إلى الرد على استفسارات الحضور التي طرحنا تساؤلات عن المرض وطريقة إجراء الكشف الذاتي اليوم نحن بصدد الحديث عن واستضافة مجموعة من اقتصاصيين للحديث عن سرطان الثدي طبعا لا يخفى على الجميع بأن هذا المرض والإحصائيات العالمية دائما في إزدياد نحن في مصحة المروى من خلال متابعتنا وتركيزنا على إقامة هذه الفعاليات رصدنا من خلال ما هو موجود في مدينة بنغازي يوجد لدينا ما يعرف باسم الريجستري أو برنامج تسجيل لأمراض السرطان وهو منطلق من 2003 للأسف تعطل هذا النشاط ولو أنه عاد للظهور من جديد في 2017 كنت مشاركة اليوم بمحاضرة بسيطة عن أهمية استخدام صورة الرنين المغناطيسي في الكاشف المبكر استخدام الإماراني في الكاشف على بعض الحالات التي لا نستطيع كشفها بالأجهزة الأخرى مثلا زي صورة التلفزيون العادية أو صورة المامو للفحص المبكر في بعض الحالات لازم نستخدم فيها الرنين المغناطيسي للكاشف على هذه الحالات يذكر أن أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بشأن سرطان الثدي وهي مبادرة عالمية بدأ العمل بها على المستوى الدولي في العام 2006 حيث تقوم مواقع طبية حول العالم باتخاذ اللون الزهري أو الوردي شعارا لها من أجل التوعية بمخاطر سرطان الثدي كما يتم إطلاق حملة خيرية دولية من أجل رفع الوعي والدعم وتقديم المعلومات والمساندة ضد هذا المرض ترجمة نانسي قنقر